دكتور, الأطفال في أي بيت وحتى يمكن في ناس كتير أوية صغاركة بتعمل كده مثلاً قصب عنه كطفل ممكن يشغبط على الحيطة ممكن يكسر حاجة من غير ما ياخد باله ممكن يقطع حاجة يبوز حاجة وارد ده يحصل إزاي نقوم السلوك ده؟ إزاي نقدر نتعامل مع موقف زي ده من غير ما يبقى رد فعلنا مبالغ فيه وفي نفس الوقت من غير ما نستهين بيه يعني نقدر نوصل للطفل بشكل بسيط وشكل حازم برده يقدر يفهم منه إن ده غلط أو صح خلينا ميز بين موقفين هو قصد ولا مش قصد عشان الرأكشن بتاعي رد الفعل بتاعي بقى متناسب هو مش قصد لأ أنا المفروض إن أنا بقى في مرحلة توجيه بشغبط على الحيطة ودي الحب الأعظم لمعظم الأطفال تبقى قدامه كل الأدوات المتحدة وهو عايز يعني عايز يبرز المواهب كلها قدام كل الناس لو أنا حابب ده يعني هو حابب الجزئية دي أنا ممكن ألبيه ده بإن أنا حط له برد صغير على الحيطة أعيش حياتك على الحيطة وحط له حدود اكتب هنا وامسح وعمل تاني اللي أنت عايزه خليني أنا دايما ساعات أخده المنطقتي وساعات أروح لزوم بتاعته المنطقة بتاعته هو حابب إنه يكتب عشان نبقى رايحين جايين نقول له الله ده جميل ده حلو خلاص يعني امشي معي حط له برد على الحيطة صغير ما عندكش حاجة ورقة ورقة كبيرة ورقة كبيرة ألزقها يكتب عليها أغيرها له الله دي جميلة أشجعه حلو جدا دي هو مش قاصد وعمل أول مرة لا حبيبي ما تشغبطش هنا طب خده ونظفها حتى لو هو عنده سنتين خلينا أقول برضو لأن أنا هنا علمته المسئولية أنت أخطأت فعليك إصلاحه وأنا أكون الرد الفعل بتاعي هذي لأنه مش عارف أول مرة يعمل كده شاف حد بيعمل كده فعمل زيه فاخد نظفها يبقى أنت لو عملت مشكلة أنت اللي هتزيل هذه المشكلة أنت متحمل المسئولية حتى من ونقدي سنة سنتين آه بيفهم آه والله هو زكي وده من قدم عقله مش منقوص هو بيقدر يفهمنا كلنا ده حتى من قبل ما يتكلم وهو عنده شهور وواعي جدا فأنا قومته مرة واثنين وإعمل ده طب هو مرة كما تعصب وعمل أصد أنه هو يديقني أو يقول أن أنا مش هلتزم بالقاعدة اللي أنت هتطهالي وكده لازم يبقى يعني هنقول رد فعلي أو عقابي بيتناسب مع كونها أول مرة ولا المرة العشرين مجيش من أول مرة أمفجر ويبقى رد فعلي قوي جدا فبالتالي أبقى قسرته قسرته نفسيا يعني أو ديقته أو عملت حاجز بني وبينه أو هو اديته يرسال أنه أنا بكرهك يعني هو هو بيترجم هو بيترجم التعاملات كمان دكتور أمل أنه دايما لما بيحصل غلطة كده حاجة تتكسر بتاع رد فعلي الأهالي أو الأب والأم بيتعصابه بسرعة يعني دايما طبعا على قد غلوة الحاجة يعني على قد غلوة الحاجة حاجة طيلة في البيت حاجة في النيش حاجة هدية جيالي أنا بعتز بيها جدا من حد حبيب علي بالضبط إحنا لازم نديرين فعالاتنا لأننا هنا في حاجة اسمها المعيارية يعني هو أنا بعير بوزن رد فعلي عن السلوك اللي هو عمله وهو بيعير السلوك اللي هو بيسترفه طب أنا عملت حاجة كبيرة قوي وما تعقبتش عليها طب أنا عملت حاجة صغيرة قوي وتحقبت عليها عقاب كبير جدا فأنا بخليله المعيارية دي متذبذبة أنا ممكن أعمل حاجة كبيرة قوي مش هيكلموني عليها دا عادي يعني مش مش مشكلة وممكن لو عملت كده والثوابت اللي عندهم المفروض أعمل إيه وما عملش إيه طب في الحتة دي فبعمله هنا كده تحس إنه هو زي البوردة كده بعمله خلل في النظام طب عشان نفهم أكتر ونقرب الصورة للناس طب أشكال العقاب طبعا العقاب وقدامه ثواب كمان إنه اللي هو ده طبعا منضبط وزي ما حاربت تقولي بيرتب سريره ترتيب السرير ده هخليه بعد كده يعرف يرتب أولوياته في الحياة وأفكاره أشكال الثواب أو المكافأة اللي ممكن أقدمها لولادي إيه وأشكال العقاب وتدرك فيها إيه حلوة قوي في ناس أحيانا بيبقى الثواب عندها مثلا لو أنا طفلي بيقعد على الموبايل ودي حاجة سيئة يعني حاجة سيئة لأنك بتمنعه من مساحة التعلم والاحتكاك بالبيئة والناس اللي حواليه فجأنا عايزة تديله إسايا بقوله إيه بص إنت لو رتبت سريرك أنا هتديك الموبايل تقعد عليه ربع ساعة أو نصف ساعة كارسة أنا كده كارسة أنا في الواقع عايزة بعيده عنه فأنا مقللاله أقعده عليه فأنا ديته يعني رسالة في ذهنه إن الموبايل ده هو ده المكافأة بالنسبالك فأنا عظمت دوره وعظمت مكانته عنده فهو باصس إن ده بقى هم بيبنعه عني بس هو جايزة بالنسبالي عشان أنا بقيت كويس وعملت حاجة كويسة فلازم الإسابة هنا تبقى ماشية مع مصار أنا عايزة أعلمه إيه أنا عايزة يقرأ يبقى الإسابة كتاب كتاب أنا عايزة يحب العلوم أو هو بطبيعته موهوب في قصة العلوم والتحليل والتركيب وإنه يشيله ويحط هجيب له بازل وعلي صعوبة البازل مع الوقت عشان يقدر إنه هو سنتين 13 عشر عشرين هو بقى ماشي معي في السنوات دي أنا بزود له صعوبة عشان أنمي له قدرات ذكاؤه فبالتالي الإسابة هنا تيجي في المصار الأسوب مش الأسهل مش الأكثر حباً ليه هو بيحب أنه هو يوعد على الموبايل فديله إسابة الموبايل لا حضرتك خدم المصار اللي أنت عايز توجهه منه إنه ده سيء وهضيع له وقته ومش هيعلمه ومش هيديله قيم إيجابية وهيخليه سلبي وهيستقبل بس مش هيرسل ويتفاعل فما توسقش العلاقة بينه وبينه بالعكس أنت عايز تضعفها فتضعفها في مصارات تانية تعمل تقوية لها عشان هو يحصل له كف بالمفهوم النفسي لا هو هيقل اهتمامه بيه مش هيزيد فوأنا بديله إسابة بديله إسابة في المصار الصح اللي بيخدم على مصار تربيته طب هنروح لجده لو هو أنا حاسة أنه يعني منسح بشوام العلاقات الاجتماعية مش بيشارك طب هنروح لخلته ونلعب مع ولادها لو هو شخص طوائي وأنا عايزاه خليه أجتماعي أكتر وإنه بيلعب وإنه بيروح وإنه بيجي أنا مش بحبهم طب ده مش ممكن يمثل ضغط للطفل يخليه يكره الحاجة أو يبد عنها أكتر لا ماهانا دي شطرتي بقى هيقول لي لا أنا مش عايزة روح عن دخلته طب عايزة روح عن ديمين أنا حددت المصار إنه هو احتكاك اجتماعي عشان ياخد مهارات اجتماعية لكن أنا مش عايزة نروح عن دي دول طب نروح عن ديمين قدت له هنا مصار إنه يختار فهيبقى مسؤولة عن اختياره ورحت في المنطقة اللي هو بيحبها بس بإدارة الأسليب اللي أنا عايزة أخليه ماشي عليها أو بمعنى أصح الأكثر إفادة بالنسبة لشخصيته في مراحل نموه سحبته من العالم الافتراضي اللي احنا كلنا أو معظمنا بيعاني منه إن الطفل بيانبهر وممكن بقى تدخله قيم سلبية وقيم سيئة من خلال عالم الانبهار تا